في العراق وحده من الممكن ان تحدث المعجزات او ان تهنئ رجلا بلغ الستين بحمله الجديد لا سخرية او تهكم في الحكاية انما هي حقيقة سوداء التصقت بواقع يبكيك من شر البلية لا يضحكك في الوثيقة التي حصلت عليها غرفة اخبار التغيير يضطر مواطن عراقي ان يقدم طلبا رسميا للحصول على شهادة وفاة لابيه لكن اباه تجرع فساد وتهميش وزارة الصحة ليبقى معه نصيب من الظلم حتى ما بعد الموت المشكلة التي وقع فيها المتوفى بعد موته انه بولي بحمل ووضع في خانة تصنيف النساء لتحديد جنسه عند الوفاة في العراق من السهل ان تقع في مشاكل الجسام سيما ان كنت تعيش متأملا بواقع صحي او كما يشكو كثيرون من تقصير وزارة الصحة التي يشكو منها العراقيون ومن تهميشها للحي قبل الميت توفي جاسم متجرعا داء الفساد صامتا صابرا في قبره حاملا حكايته كسر في قلبه لربما يشكو الى الله يوم الدين ما يفعله بالعراق ارباب المفسدين